اهلا بكم في الكابتن لهذا الأسبوع وكل عام وأنتم بألف خير عزائي وعاد الله عليكم بالصحة والعافية أسبوع ساخن في لعبتي القدم وسلة فصافرة الموسم الكروين طلقت بلقاء السوبر ولكن الأخطاء التحكمية ألقت بظلالها على كأس الكؤوس أما كرة السلافة حافظ الوحدات على صدارتها مع نهاية الذهاب الشغب والأخطاء التحكمية كادت أن تفسد قمة الأهلي والأرثودوكسي الكابتن استلم الشارة وإلى العنوين الوحدات بطلا للسوبر والجزيرة يرفض التتويج وصلة الممتاز خضراء مع نهاية مرحلة الذهاب أهلاً بكم طلق الموسم الجديد بصافرة حملت الكثير من الجدل في مباراة السوبر بين الوحدات والجزيرة ليتوجى الأخضر بلقب السوبر بعد فوزه بهدفين مقابل هدف ولكن الأنظار اتجهت نحو كرة حمزة دردور التي خرجت عن خط الملعب مباراة السوبر اشتعلت منذ بدايتها عن طريق ابن الجزيرة وقر العائد من رحلة الاحتراف أحمد سمير الذي تقدم بنتيجة المباراة في دقيقة الثانية هذا الهدف قابله الوحدات بهدف التعادل في الشوط الثاني وهو الهدف الذي أشعل المدرجات ومواقع التواصل الاجتماعي وأقلم النقاد بعد تجاوز كرة الدردور لخط الملعب وعلى مرأة من الحكم الخامس الوحدات بخبرة البطولة استطاع حسم المواجهة في الوقت بدل الضائع عن طريق نجمه صالح راتب ليرفع الوحدات كأس الكؤوس وينسحب الجزيرة من التتويج وتتطاير التصريحات الجزراوية بالانسحاب من البطولات المحلية والغضب على قرار التحكيم بداية ساخنة لبطولات المحترفين والتحكيم يطلق سافرته بطريقة أغضبت الجماهير والمتابعين فهل قرار الإيقاف للحكم سيضي جميع الأطراف أم ستتواصل السافرة بين صحيحة ومخطئة خلال الموسم إذن سنتحدث بشكل مفصل عن كأس الكؤوس مع ضيفنا بكأس الكرة الأردنية ضيفنا رأفة علي كابتن رأفة مساء الخير بداية برنامج الكابتن يا صديفي الكباتن مساء النور وأنا شرفتني موجود معكم اليوم شرف لنا يا كابتن كل عام أنتم بخير والشعب الأردني كله بخير إن شاء الله سنتخير علينا كلنا إن شاء الله مباركة علينا جميعاً وعلى الشعب الأردني وأيضاً كما جرت العادة نتعرف على الإنجازات الرياضية هي كثيرة لكابتن رأفة علي ولكن نعطي نبذة بسيطة عن الكابتن رأفة علي وسيرته الذاتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكمل في بطولة المحلية والجماهير الوحداتية يعني شكلت علامة للجماهير الوحداتية خاصة في مهرجان اعتزالك يعني هو المغزى ما كانش أنه أنا أعمر أكبر فترة المغزى أنه كان أنا قادر أكمل ألعب كنت أقدر ألعب كمان وكمان بس لكن الحمد لله الوقت كان مناسب والإنجازات اللي أخذناها في الموسم اللي اعتزالك فيه كانت مميزة فعشان هيك أخذت القرار باعتزاله هو قرار صعب جدا لكن بالنهاية بدك تحتزل ما راح تتخلد يعني الفطبول بالتأكد ما شاء الله يعني بعدك سيمباتيك إذا خلينا نبدأ بكأس الكؤوس كيف رأيت مبرأة كأس الكؤوس بين الوحدات والجزيرة وهي مبرأة افتتاحية للموسم الكروي يعني زي ما انتهيت نتم الكلام أنه مبرأة افتتاحية موسم على أغلب الفريقين ما راح يكونوا جاهزين مية بالمية يعني شفنا الجزيرة قدم شوط أول مثالي بأداء مميز بتركيز عالي لكن شفنا الشوط الثاني منسوب اللياقة عند فريق الجزيرة ما كانش جاهز وبالنهاية الوحدات فريق كبير فريق بطولات وفريق صاحب شخصية يستغل هذا الضرف وسيطر على الشوط الثاني وقدر يسجل هدفين ويفوزه المبرأة هدف الوحدات الذي سجل هدف التعادل يعني سوى حالة جدل تحكيمي مواقع تواصل اجتماعي أيضا جراءات من الاتحاد مع الحكم كيف ترى موضوع الظلم التحكيمي اللي بتطلق الفرق خاصة بعد خروجنا من كأس العالم ونظام الفار والرجوع مرة أخرى لتقليل الظلم على الفرق في احتساب الحالات يعني بدك نكون واضحين حتى لما سوى الفار كأس العالم ما كانش على كل المنتخبات يعني كانت فيه منتخبات تأخذ الامتيازات هاي بكل المباريات وفيه منتخبات انظلمت كثير حتى بالفار لكن هاي لعبة الأخطاء أصلا كرت أقدام بس أنا لو أني موجود بالملعب ما بقبل وراح عصب ونرفز يعني لو كنت في الملعب كابتن في هاي الحالة وانت كنت مع الجزيرة على سبيل المثال والحالة كانت ضد الوحدات وراح عصب ونرفز يمكن اطلع من الجو وتروح على هاي المباراة بس لكن بالنهاية منك اللعبة الأخطاء احنا ما بنبرر للحكام ولا بنبرر للعبة اللعبة حلوة بأخطاءها بتحكيمها جيد بتحكيمها المتوسط بعدها جيد وعدها المتوسط لكن بالنهاية غلط وبدو يصير لأن الحكم حتى بدو يشوف الكرات طلع من داخل الملعب لو الحكم يطلع من خارج الملعب كان شاف الكرات بكل وضوح طيب كمدرب حالي ولاعب صابق لك خبرة كبيرة وتعاملت مع الحكام باللحظات الجيدة والصعبة كيف تقيم مستوى التحكيم سابقا وحاليا له التحكيم بتحسن مستمر حتى وعنصر الشباب قاعد بظهر بشكل كبير نتمنى التركيز يكون أعلى من هيك مميزين الحالة البدنية عندهم ممتازة لكن بظل فيه شغلات بسيطة ما بيعروها الاهتمام لازم يكون تركيز عالي 90 دقيقة مركزين يعني نحن نحن نظر كأس عالم أو بطول الأوروبية 90 دقيقة الحكم اللي خلف المرمى بيكون واقف الكرة وين وهو واقف مركز كأنه بدون ينزل على الملعب يلعب مرات بدخل على الملعب ويكون تركيز عالي إن شاء الله مستوانا يصير عالي نشوف حكامنا في آسيا وفي كأس العالم نتحدث عن موضوع الحكم دائما يتألق خارجيا ويطلب إلى نهائيات وليس فقط مباريات نهائيات كأس الاتحاد الآسيوي نصف النهائي أيضا دولة أبطال الآسيا ومنهم الكابتن أدهم مخادمه لماذا برأيك يتألق الحكام خارجيا وفي الداخل هناك حساسية لأنه شغلة بسيطة لأنه خارجيا بتعامل باحترافية عالية أنا حكم محايد بحكم اللي بشوفه في كرة القدم فقط لغير هنا إلا الجانب الضغط يجي عليه من أي ناحية من ناحية الجماهير من ناحية الإعلام من ناحية حتى الاتحاد المراقبة من ناحية الإعلام بدون يتراقب غلطت ما غلطت لا طلعت ما طلعت فاول فلانتي فعشانك بظل الحكم تحت الضغط وأنا بقول لهم أنا لو أنا بحكم كل أريحية واللي بشوفه بحكمه إذا حكموا بطرقها أنا متأكد نصيحتك للقائمين على موضوع التحكيم جزءا بسمعونا الحكم بالنهاية كيف ممكن أنت مدرب تستطيع توجيه لعبينك بالناحية النفسية هم عندهم معسكرات خارجية وأيضا معسكرات داخلية لكن ما هي الناحية اللي ممكن تنصح فيها الحكم بكيفية التعامل مع اللعبين مع الجمهور الأجواء المحيط هناك ضغطات كثيرة أنا اللي شايفه أنه مناسب للحكام أنه حكم كل المبريات إنها نهائية بفطولة أسيوية بحكم 100% هو تحكيهم ممتاز لكن بظل الأغلاطة اللي بتصير شوفنا الغلطة اللي صارت بكأس الكوس يعني غلطة صعبة بصراحة نادي الجزيرة نادي كبير ونادي يقدم مباراة جيدة يقنظلم بس لكن بالنهاية لا بتخطع وبدخلط الحكم النادي الجزيرة عقب المباراة رفض التتويج وأيضا لوحها بالانسحاب وقال سوف ننسحب لم يقرر ذلك ولم يريد الخروج أو امتنع عن الخروج للإعلام للحديث هل برأيك هذه خطوة ممكن تكون ردة فعل هي ردة فعل ردة فعل سعية للمونوع لكن الأستاذ أبيحش المحارمة إنسان عاقل وإنسان أخلاقه عالي ومميز ولكن هؤل الظروف المباراة أجبرت أنه يتكلم ويوقف مع فريقه وساند فريقه أو جهازه الفني لكن مش من طريقها الكرة خلت عم نشاهد الحالة مع بعض كابتن يعني تجاوزت كثيرا يعني نشوف الحكم نحن كمان الحكم من وين دخل الحكم دخل من داخل الملعب يشوف الكرة وهي غلطة كبيرة للحكم لأنه فيه عارضة قائم وفيه لاعب جنب القائم مستحيل يشوفها وبالتالي الرؤية المفروض واضحة لو خرج خرج الملعب ومدرسه عكسي رح شوف الكرة بكل سهول رئيس نادي الوحدات يبدو أنه صرح قال الأخطاء جزء من اللعبة ونتفق معه في هذا الشيء ولكنه قال طالما الخطأ غير مقصود فهو مقبول صحيح صحيح أي مدرب أي لاعب من ظلم بقوت رح يعصب ورح يكون له ردة فاعل كبتن فالحكم الله يعينه بالنهاية نعم كرة القدم بحاول الاتحاد الدولي الفيفا محاولة تخفيف الأخطاء باستخدام التكنولوجيا التقمية ولسه موجود الأخطاء ولسه الأخطاء بشكل كبير نعم ولكن هل برأيك ممكن تخفيض هذه الأخطاء أو إلغاء هذه الأخطاء من لعبة كرة القدم إلغاءها؟ إلغاء الأخطاء مستحيل مستحيل لأن القرار كابتن أقل من ثاني يعني جزء من الثاني نعم هي حلوة تخفي جزء بالأخطاء ممكن يعني بنسبة مش كلها مش كلها صحيح دائرة الحكام محملة الحكم أحمد فيصل الذي كان الحكم الخامس في اللقاء مسؤولية احتساب الهدف وأوقفته مدة شهر إذن طبعا على خلفية الهدف المثير للجدل في نهاية كأس الكؤوس محملة فيصل أحمد فيصل مسؤولية كونه الحكم الخامس ولم يتخذ قرارا صحيحا يعني عقوبة إيقاف لمدة شهر للحكم أحمد فيصل ببداية أو أول مباراة في الموسم الكروي افتتاحية موسم كروي حرمان مدة شهر طبعا الشهر بجوز مرحلة أسبوع واحد فقط مش مشكلة للشهر إنه فيه تحكيم أو فيه مباراة أو ما فيه المشكلة أنه الغلطة قاعدين من نتعاقب عليها شهر لو ما بنعاقب شهر ومنحرهم من التحكيم مثلا مبارتين ثلاث كإجراء تأديبي بيكون أفضل من العقوبة شهر ما يحكم يعني إنه ممنوع التحكيم إنه معاقب شهر لا أنا بدون معلن إنه معاقب شهر بقدر أعاقبه وفرجي غلطه وليش غلطه واشرح لي وليش غلط ويتعلم أنه لازم كرة هاي فيه لاعبين أنا من خارج المرمى أتطلع على الكرة مش من داخل المرة يعني فيه شغلات بسيطة هو العقوبة كابتن مؤذي لي إنسان يعني نفسيا مؤذية بداية موسم بداية موسم حكم خامس أول مرة تقريبا عندنا بتصير يعني بداياتها وصار فعليها عقوبة فهي مشكلة بتسوي ضرب للإجراء اللي اتخذناها ناحية الجمهيرية نتحدث عنها مباراة مباراة افتتاحية للموسم وشاهدنا هذا الزخم الكبير جمهير الموالية لنادي الوحدات المنظمة وهي تشجع نادي الوحدات كيف تتوقع الزخم الجمهيري في الموسم الحالي ومقارنتا بالموسم الماضي أيضا يعني مقارنتا بالموسم الماضي أنا شبنا الوحدات والفيصلي وحضور جمهيلي حتى الرمثة بداية الدولة كان حضور جمهيلي لا يوصف يعني درجة كبيرة بالسنهاية جمهور الوحدات هو متعود يحضر مع فريقه بصراحة إن كان فايز أو لا سمح الله متعثر وخسران أو متعادل إن كان بنافس عبطولة أو بنافس يعني رأفة علي يسيطر على الجمهير عندك بيكاسو لا لا محبة محبة يعني بتوصل فيك مرحلة أنك قادر على إسكاة الجمهور تهديئتهم بإشارة واحدة رأفة لا ممكن هسا أنا ببادر الجمهير صدقا وأنا بعيد عن النادي حاليا وبعيد عن الجمهير بالملعب بدكم شخصيته قوية مش بالعفتك والصوت شخصيتك بأداءك بانتمائك لفريقك لالتزامك أكيد رح يلتزمه معك طب هل برأيك الوحدات يفتقد لقائد ميداني داخل الملعب يعني ما بصراحة ما تقضي مش يفتقد عم بتغير العيبة يعني اهتزت اهتزت شوي نعم من هو القائد اللي بقدرته حمل شارة الكابتن ويكون القائد شارة الكابتن والقائد اللي استطيع نقل تعليمات المدرب وأيضا سيطرة على أداء الطريق يعني هو اللاعب المميز اللي دائما بتحمل مسؤولية في كل المبريات هو اللي بقود المجموعة اللي بيحمس اللاعبين اللي بيكون دائما بالواجهة بالأمور السلبية بيجي بواقف قدامهم ما بروح بتخبى بالأمور السلبية والأمور الإيجابية بيجي بلاقي أول واحد عكس يعني عكس الأمور يعني بحب دو بلوماسيتك كابتن رافت بحب دو بلوماسيتك لا لا والله صفات القائد بكون يعني أول لما نسير ضغط على الفريق بدو يجي ما يبعد أكيد كابتن رافت رح نتحدث أكثر عن الفنيات هذه المباراة للوحدات والجزيرة ولكن مشاهدنا بعد فاصل ابقوا في المتابعة أهلا بكم من جديد وننتقل إلى الوحدات الذي زجة بتشكيلة مكونة من تامر صالح في حراس المرمى وأيضا مجموعة من اللاعبين في لقاء كأس الكؤوس أمامنا للجزيرة في فتحية الموسم الكروي أنتقل إليك كابتن رافت للحديث عن تشكيلة هذه الوحدات ومدى نجاح الكابتن جمال محمود في توظيف اللاعبين خاصة أن السؤاء أو الخوف الكبير كان من وجود لاعبي قلب دفاع لأول مرة يشتركوا مع بعض هناك يجب أن يكون إنسجام نتحدث عن كارلوش وهادي المصري في قلبي الدفاع يعني هذه المشكلة الكبيرة في تشكيلة الوحدات ما كانت في القلبين الدفاع المشكلة الكبيرة كانت في الوحدات هم يبقى الظاهرين ولعبين الارتكاز يعني هذه المشكلة كانت أكبر أنت أفضل أنه يلعب اللاعب اللي اشتريناه من النادي الأهلي اللي غاب اسمه عن دهني ويلعب رجائي وعبيدة وقدامهم سعيد ويلعب على اليمين حمزي أو عشمال وعلى اليمين إذن فلجي وبهاجوبها يعني كانت هذه تشكيلة الأمية دعنا نأخذ خطوط على الفريق نبدأ بحراسة المرمى أعتقد أنه متألة تامر أو فراسة طريبا نفس المستوى ما فيه تامر أيضا هل يعوض غياب عامر شفيع يعني هو تامر بقدم مستويات مميزة للأمانة يعني حتى المباراة هاي يعني بناش نحكي هو جاب المباراة وسهو ساعد كثير في بقاءة الوحدات في المباراة يعني على ما أعتقد عطى ثقة يعني في كراتين ثلاث صدق نعم نتحدث عن خط الدفاع وجود قلبي الدفاع المختلفين كارلوس وهد المصري وأيضا على الأطراف أحمد إلياس وأدهم القراشي كان هنا مشكلة كبيرة في أدهم القراشي وأحمد إلياس أطراف الملعب يعني ما كانوش في يومهم أحمد إلياس صاروا جمان مع لعب ظهير شمال صاروا فترة كبيرة بلعب نص ملعب شلته من نص ملعب ورجعته ظهير بدك لعب نص ملعب يسانده كويس عشان ما تصير الأمور عليها صعبة كانت مشكلة كبيرة عندنا في أطراف الملعب واثنين الارتكازين هم اللي كانوا سعيد وعبيدة سعيد كان طبعا يروح حر ما كان نلتزم مع عبيدة لو لعب رجاي جنب عبيدة ولعب سعيد أمامهم بودي حمزي على شمال يزن على اليمين وبلعب مهاجم كانت الأمور أسهل على الوحدات من الشيط الأول أعتقد أن هذه المباراة افتتاحية موسم لمحترفين أخص بذكر كارلوس هناك ارتكب العديد من الأخطاء في هذه المباراة يعني كارلوس من الظلم تحكم على عب المباراة هذا بدأوصل له من الظلم المباراة واحدة لكن هو الواضح أنه كارلوس قارئ كوي قارئ جيد للكرات البينية والتمريرات لكن الحالة البدنية والسرعة وعنصر السرعة بصراحة أنا ما انتبهت عليه كثير لكن هو قارئ جيد للمباراة هذا المصري لاعب مميز أنا كنت أشاهده مع منتخب سوريا في تصفية كأس العالم نهاية كأس كؤوس لو كنت مكان الكابتن جمال محمود هل تشرك ثلاث محترفين دفعة واحدة وهم لم يتدربوا بالشكل المطلوب مع النادي ورد السلامة لم يتدرب سوى أو جاء قبل يومين صحيح لكنه لكل مدرب طريقته حسنا فيه مدربين يلعب كل براغه يعني لازم أنا ألعب كل البراغ الموجودة المتاحة أمان أنا عمدا سألت هذا السؤال لأنه أعرف أن نادي الوحدات يتعرض لضغط جماهيري في هذا الموضوع الفوز مطلب مطلب رئيسي ولكن أزاج به المحترفين دفع واحدة يعني أتوقع أنه كارلوس صار أكثر من عشر تيام معهم وهذه المصري تقريبا نفس المدة أو أكثر شوي الوارد ما لعب تقريبا 25 دقيقة يعني كانت السيطرة للوحدات أغلب الشوطة الثانية يعني الجزيرة بدنيا مكنوش بالمستوى المطلوب يعني برأي الشخص المتواضع عشان هيك فضل هنا زيل وارد وارد أنا لمساته أنه لاعب جيد يعني مقارنة بين أداء الفريقين الجزيرة حسب ما تابعنا تسيد الشوط الأول أحمد سمير وتحركات اللاعبين الشوط الثاني هل معناته أن الوحدات اللياقة عامل اللياقة البدنية عامل اللياقة البدنية والحالة البدنية للاعب مهم جدا كابتن وانت تعرف هذا الحكي المرة مش 25 دقيقة ولا 70 دقيقة 90 دقيقة ممكن توصل إلى 95 و96 فالوحدات الشوطة الثانية كان أغل حالته البدنية أميز عسان هي قدر سيطر ويصل لجزيرة أكثر من مرة طيب نتحدث عن اللاعب عن الثلاثي يزن أثلجي أنس العوضات أيضا وبهاء فيصل ونركز على أنس العوضات هو لاعب كان في تحت سنة عشرين مع الكابتن رافت وحصل أيضا على هداف نعم في هذه البطولة رأيك في أنس العوضات يعني أنس العوضات لاعب مهاري لاعب مميز لاعب عنده روح عنده رغبة بس برضو مش كفائي بدنا التزام بدنا اهتمام من الجهاز الفني في الحالة النفسية لللاعبين يعني أنس من اللاعبين الحسسين يعني من اللاعبين اللي عنده مشكلة بالعاطفة والعقل يعني من الخبطات مع بعض وانهاي عن تجربة وعشتها معه فمش سهل الأمور ستكون مع أناس بده مش مدراء ومرعاء بده حالة بده ثقة بده دعم فأناس لاعب مميز أداءه عالي بس برضو حتى شراكه من بداية المرة كانت صعبة عليه كانت صعبة عليه لأنه فيه لعيب كثير جداد بالفريق بالتشكيل يحتاج ربما لتأقلهم أكثر بيحتاج وقت بسهل إنه هاي لاعب مميز واتقاله مستقبل جيد نتحدث الآن عن الهجوم هل الوحدات الآن يمتلك هجوم قادر على مقارعة الفرق تسجيل الأهداف بوجود بهاء فيصله أيضا حمز الدردور على الرغم من وجود تقعطعات بطريقة لعب اللاعبين يعني خلنا نكون واقعيين واللاعب الهداف 70% بالبلد مش موجود يعني من 60% إلى 70% مش موجود موجود 20% إلى 25% من صفة الهدفين الهداف بدو يكون قريب بعد 18 دائما كل الأوقات ما يطولش بالكرة يأخذ قرار سريع يعني هاي الأمور مشوفها مفقودة لكن بهاء فيصل وحمز الدردور مهاجمين جيدين صاحبين مجهود عالي بيقدر يضغطوا أي مدافعين بأي فريق منافس ورح يضايقوا أي مدافع طب مراقبتك للمباراة ننتقل لنادي الجزيرة أيضا تجاوز الأزمة المالية وأيضا تعاقد مع النزار محروس ومن ثم أيضا جلب المحترفين للحاق بكأس الاتحاد الآسيوي التحضير ولكن بصراحة فاجأنا في هذا الأداء المتزن وكأنه لم يحصل هناك أزمة على الإطلاق رغم الغيابات يعني عنده غيابات في طلب الدفاع عنده مركزين أو ثلاث غيابات لكن في نص الملعب قدم أداء أكثر من رائع الشيط الأول حكيت لك الحالة البدنية أو الرغبة في المحافظة على الهدف كان له تأثير كبير على مجرى المباراة طيب نتحدث عن ناحية فنية من رأيت من اللاعبين الفريقين نتحدث عن الوحدات الجزيرة بصراحة أنا شفت ولكن دعي شوف رأيك من اللاعب اللي بشبه ثقته ثقته في الملعب ولمسته للكرة لرأفة علي يعني هس أنا ما بقدر أكي لاعب مميز بالوحدات والكابتن أحمد سمير لاعب مميز التاني اللي بدي أحكي لك الكابتن طنوس لاعب مميز فكلهم لاعبين ستايلهم مش زي ستايل قريب على ستايل أنا بحب الكرة القصيرة بحب الكرة بس ما تصير كثير يعني بدنا الكرة البينية بدنا الكرة العميقة بدنا تغيير الاتجاه في ناحية ما بوصلها غير كابتن يعني لو أجيب مدرب ما رحى لن يستطيع أن يظهر الكلام الفني عندما كنت لاعب وتستلم الكرة ما هو شعورك عندما يضغط عليك مدافع ولاعب خط وسط هل بتحس بخوف هذا اللاعب أو أنه بحسب للكابتن رأفات ألف إحساب فممكن بحركة شو شعورك اللاعب هذه الحالة بتيجي عليك أنت أنك تكون عارب شو فيه حولك قبل ما تستلم الكرة إذا أنت بتكون مشيئت وعارب أنه أنت هسا لما استلمت رح تقدر تلعب باس قول ما رح تتأثر ولا مدافعين ولا لعبين لا أتحدث عن ثقة اللاعبين أو معرفة اللاعبين بمهرات رأسة تعليم مشكلتهم الرئيسية كابتن مشكلة لعبين الأردنيين بشكل كبير أنه ما أخذ قرار إلا لما يستلم الكرة فهذه مشكلة أنا ممكن أخذ قرار أشيك حوالي ويطابي جيتنا بقم شيئ ويجيتنا العباس يروح قول هاي معدومة بس لكن ثقتك بحالك شخصيتك يفرض أداك بالملعب أنا ما شاهدته فعلا مع صالح راتب وأحمد سمير خلال مراقبتنا للمباراة وجود الثقة اللي عم تتحدث عنها وجود الثقة لكن في شغل وصرعة التصرف يعني بدك تعرف شو بدك تسوي مش بعد ما تستخدم قبل ما تستخدم فهذه مفقودة بصراحة نعم رأيك بمحترفين في نادي الجزيرة إسلام البطرام الفلسطيني وأيضا أسوري محمد عواطة محمد عواطة المهاجم واللاعب الفلسطيني لمسطة الشمال يعني أتوقع أنه من الظلم من الظلم حالنا من الظلمهم إذا بنحكم عليهم من مباراة أو من شوط ونص أو من مباراة واحدة اللاعب يدو أقلش خمس ست مباراة لما تحكم عليه بشكل نهائي فمن الظلم تحكم على لعب من مباراة إن كان مميز لكن أبدأ اللاعب الفلسطيني قدم مستوى مميز وقتها عالية والكرة بين أقدامه وستأكل ظلم ظلم تحكم نعم كابتن رافت علي مستمتعين جداً بالحديث معك شكراً جزيلاً لحضورك والعام ونتبه ألف خير إن شاء الله شكراً جزيلاً إذن مشاهدين من كأس الكوس إلى موهبة أردنية في رياضة المبارزة لاعبة شابة متألقة بسلاح لفلوري ينتظرها مستقبل مشرق وهي نجمة اليوم لفقرة مواهبنا هي بطلة بدأت ترسم خطواتها الأولى على لوحة الإنجازات في لعبة المبارزة رؤى المجالي تملك رؤية وطريقاً واضحة المعالم يبدأ من التدريب الجاد وينتهي بطبيعة الحال فوق منصات التتويج أهلي والكباتل كانوا بيعطوك حافز أنه يحسسوك أنه أنت تقدر أنت حلو تكون تلعب باسم أردن حلو أنك تعطي إيش إيجابي على الأردن طلع إيش مبارزة فرجوا العالم أشي مبارزة في ناس كتير ما بتعرف لهم تحكي لهم مبارزة بحكي لك أش هذا ما بش غريب منذ نعومة أفارها عشقت رؤى لعبة المبارزة ووجدت كامل الدعم من الأهلي في لعبة تعد من الرياضات المكلفة في تميز حتى مع أقرانها بنتي حتى الكل بلاحظة هذا التميز في سلوكياتها في مواقفها في ردة فعلها لأي شيء بيصير أمامها في سقل بشخصيتها نتيجة لاختلاطها بالأكاديمية المدربين سواء العرب أو الأجانب نتيجة صفراتها برى البلد واختلاطها بأشخاص ولاعبين من مختلف الدول كتير سقل لشخصيتها الحمد لله البطلة البالغة من العمر خمسة عشر عاما نجحت خلال فترة وجزة بتحقيق العديد من الإنجازات محليا وعربيا وآسيويا ولتزال تضع عينها صوب الإنجاز الأولمبي والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في المستقبل القريب رؤى حاطي هدف إلها بخلال الفترة الجاي أو من يوم دخلت على المبارزة حاطي هدف إلها ويهيب عم تمشي فيه شوي شوي لا توصل لهذا الهدف تباح نحن عنا بطولة آسيا السنة الجاي مقيمين مصطدفين هنا في عمان وإن شاء الله نطمح أن يكون في عنا نتيجة تحت 17 سنة بسلاح الفلوري عن طريق رؤى المجالي الطريق أمام رؤى لا يزال طويلا والإنجازات لن تتوقف عند هذا الحد فإمكانية هذه البطلة تبشر بالمزيد من الإنجازات والميداليات الملونة برافو رؤى ونتمنى لك إن شاء الله مستقبل باهر الكابتن مستمر معكم وفيه بعد الفاصل الإثارة مستمرة في سلة الممتاز وشغب في قمة الأهلي والأورتوذوكسي أهلا بكم من جديد ننتقل الآن لحديث عن دور كرة السلة الممتاز ولتحليل مرحلة الذهاب بعد انتهاء الجولة الخامسة والتي شهدت إثارة كبيرة على الصدارة بين الأندية الوحدات متصدرا لدور كرة السلة هذا هو عنوان مرحلة الذهاب للدور الممتاز الذي حمل شعار رجعنا السلة الجولة الخامسة كانت مثيرة من كافة الجوانب وخصوصا بالمنافسة على نقاط المباريات التي كانت ثميلة للجميع القمة التي جمعت بين الأورتوذوكسي والأهلي جعلت الجميع سعيدا بعودة السلة إلى إثارتها القديمة فتأكرر مشهد المباراة الذي حدث بين الفريقين عام 92 ولأن المنافسة بلغت دروتها وخرجت الأمور عن السيطرة بعد اللقاء بأحداث شغابا تأسبب بها عدد من الجماهير التي تابعت اللقاء مع ختم مرحلة الذهاب تصدر الوحدات الفرق بتسع نقاط فيما تلاه الأرثوذوكسي بثماني نقاط وجاءت باقي الفرق بسبع نقاط الدوري الآن سيتوقف من أجل مرحلة إعداد المنتخب الوطني لتصفية كأس العالمي وأسعي وعاود الانطلاق بعد فترة شهر ونصف إذن سنتحدث بالتأكيد عن إحصائيات هذه المرحلة والقاء الضوء على المرحلة الخامس وأيضا تقييم لمرحلة الذهاب بالأكمل مع نجم من نجم كرة السلة الكابتن عماد السعيد من راحل فيك كابتن عماد أهلا وسهلا فيك وكل عام تبقى بخير إن شاء الله كل عام تبقى بخير ومشاهدين بخير وكل من السعيد الأضحى أهلا وسهلا فيك وأيضا ما شاء الله طلبنا منك سيرة ذاتية ولكنها فعلا سيرة ذاتية كبيرة للكابتن عماد السعيد دعونا نشارككم في هذه السيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كابتن عماد الوحدات هو بطل لمرحلة الذهاب هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة كيف تقيم مرحلة الذهاب؟ أكيد الفرق كلها هي الاستعداد بشكل عام للفرق كلها كانت فترة مش كافية أكيد للفرق كل الفرق اللي شاركت بالدوري بس نادي الوحدات الفريق الوحيد اللي قدر يستطاع أنه يحافظ على أداءه الهجومي والدفاعي بعد خسارته الأول مباراة بالدوري وإمكان خسارته الأول مباراة للدوري كمان جاءت لظروف أنه الاستعداد كمان كان أضعف لأنه مدربهم كمان ما كان موجود مع الفريق كان مع منتخب الناشئين وإيجا في آخر وقت واللاعب السنان كمان إيجا قبل الدوري بيوم بس استطاعوا بعد خسارتهم أول مرة أنه يجمعوا حالهم ويحافظوا على المستوى تباحهم بالأداء للمباراة الأربعة الفائين ويدروا يفوزوا فيهم المباراة الأربعة التالية كان يلقى من خلال مشاهدتنا للأداء لنادي الوحداء فريق جماعي فريق جماعي لا يعتمد على لاعب واحد ولكن في مجموعة من اللاعبين في مجموعة من اللاعبين والمجموعة الموجودة الخمس من الملعب الموجودين كمان لاعبين مع بعض بالمنتخب لفترة قريبة يعني مش بعيدة أنه دائما كانوا تجمعين مع بعض خلال معسكرات خلال تدريبات المنتخب كانوا موجودين الخمس لاعبين تقريبا مع بعض خلال هاي الفترة وشغلة مهمة كثير الجمهور كمان تبع الوحدات أعطى دافع كبير للاعبين بالملعب لأنهم الفريق الوحيد اللي عم بشوفه عم بيبذلوا فعلا مجهود بالملعب ومتكاثفين ويساعدوا بعض كثير بالملعب إذن مع انتهاء مرحلة الذهاب دوري كرة السلب انقضاء المرحلة الخامسة جاءت النتائج على النحو التالي ينذكر المشاهدين بنتائج المرحلة الخامسة نجح كفريوبا بالتفوق على الرياضي بفارق بس أربع نقاط بواقع خمسة وخمسين نقطة مقابل إحدى وخمسين بينما تفوق الأرثوذكسي على الأهلي بلقاء يعني لقاء العراقة وكان لكم كابتن عماد لقاء لأساطير الأردن في كرة السلبة بين أيضا للأهلي أرثوذكسي الفارق كان نقطة واحدة بنتيجة أربع وثمانين للأرثوذكسي مقابل ثلاثة ثمانين للنادي الأهلي سنتحدث عنها أيضا بالتفصيل ومن ثم تفوق الوحدات على الجزيرة بواقع ثمانية وثمانين نقطة مقابل اثنين وثمانين نتحدث عن النتائج مع نهاية هذه المرحلة استطاع الوحدات أن يتفوق على الأرثوذكسي وينتزع الصدارة ويبقي على الصدارة برصيد تسع نقاط بينما الأرثوذكسي في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط أربع فرق بقيت سبع نقاط ولكن الفارق النقاط المسجلة بينهم الآن نتحدث عن مرحلة ولاعبين من هم الأبرز في كل الفريق إذا تحدثنا مثلا عن نادي أن نبدأ بالصدارة الفريق نادي الوحدات بناء على الإحصائيات إحصائيات الجولة كاملة بناء على الإحصائيات صحيح أنه الدوري كان متقارب وفي فترة واحد يقدر تخربشنا والله أحباكم كمان المباريات يومية من شكل يومي واللعيب كمان لعبوا في أكثر من نادي فلاحد مش قادر يتبع حتى اللعيب يعني أنا والله أحب أحكي وجهوا لي الكاميرا هذه هي مساوة انتقال اللاعبين بين الأندية الجماهير بالعادة تتبع النادي لتعلقها باللعبين ولكن عند انتقال اللاعبين أي نعم هناك توزيع للقوة ولكن موضوع الانتماء للعبين صار في لخبطة شوي عند الجماهير المتابعة حتى المدربين اللعب الآن يلعب في نادي على غير العادة نعم فعندنا إذا تلاحظ بالإحصائيات الموجودة في البطولة هذه في تقريبا تلت الوحدات والأردوكسي والرياضي والجزيرة عندهم لاعبين استطاعوا أنهم يتخطوا حاجز الميد نقطة في المباريات كلها فهدول الفرق كلهم تقريبا عندهم ناس طلعت فوق الميد نقطة في عندنا ناديين اللي هم الأهلي والكفريوبة عندهم اثنين لاعبين ما قدروا يتخطوا التمانين نقطة في الهد هلأ اللي ساعد الوحدات والأردوكسي يمكن أنه كان فيه لاعبين بالملعب كمان قدروا يتخطوا حاجز السبعين نقطة يعني بالوحدات في عندنا ثلاث لاعبين قدروا يمروا عن سبعين نقطة أبرز اللاعبين من الناحية الإحصائية في نادي الوحدات نبدأ بنادي الوحدات الحمارشة هو الهداف الفريق تبع الوحدات وفي عندنا بالأردوكسي أحمد عبيد وفي عندنا بالرياضي أبوزني يوسف وبالأهلي مالك عنده الثمانين بالجزيرة محمود عبدين كمان تخطى نعم أحمد حمارشي نتحدث أن 110 نقاط سجلهم خلال 5 مباريات أي بمعدل تقريبا أكثر من 20 نقطة وأيضا نأخذ الريباونز والأسيست هي التي تعطي للعب أفضلية في مركزه كلها بتعتمد الأسيست والتيرن أوفرز والشغلات هاي كلها اللي بتصير بالملعب فعندك هدولة يعني تقريبا هدول اللاعبين هم اللي أحرزوا أكبر عدد النقاط بفريقهم نادي الأرتودوكسي نتحدث عن لعبين وجود أشرف الهندي أمين أبو حواس أيضا متألق أحمد عباد أكيد هو عباد الدوري هذا كتير متألق وبالهجوم عماله وبحرز ومن الهداف الموجود بالأرتودوكسي هو عباد وعندهم كمان تنين تلاعبين يدروا يتخطوا السبعين نقطة بالإحصائيات مثل أمين ولاعب كيف رأيت إدارة الكابتن معتصم سلامي للاعبينه يعني شاهدنا قادر على إدارة اللاعبين خططيا أكيد الأرتودوكسي من الفرق اللي بدأ بالفوز رجع خسر مبارايتين بس كمان خسرهم بدقائق أخيرة بثواني أخيرة بس قدر يرجع يدرس الفريق حل الفرق اللي دا تلعب معه وقدر يرجع يفوز بالمبارايتين الأخيرين في الدوري فالأرتودوكس كمان من الفرق اللي يدروا يستطاع المدربين الجهاز الفني عندهم يستعيد التوازن ويدرس الفرق الثاني إذن منظر أحمد عبد إحصائية لمرتحة الذهاب إجمال النقاط المسجلة 103 نقاط معدل التسجيل في المباراة يعني قرابة 21 نقطة ونسبة التسجيل الثنائية 58% وهو يعني بمركزه لا يسجل الثلاثيات ولكن الملفت للنظر هي الريباونز والأسست في المباراة الواحدة يعني يعتبر دابل 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 في لغة كرة السلة يحقق التسجيل أكثر من عشرة وأيضا الريباونز الريباونز أكثر يعني تعتبر من الأرقام الممتازة في عالم كرة السلة الإحصائيات أكيد طبعا خاصة ولا قبل للتحسن لا ما فيه شيء مش قبل للتحسن لعنده ممكن إذا أدر يحسن عنده الثلاثيات والمركز تبعه بالمركز تبعه كتير كويس بس أدر كمان يزيد من نسبة الثلاثيات بيصير عنده يعني سلاح جديد أو يبساعده كتير بالملعب مشان يحسن كمان بالنسبة تسجيله للثنائيات تحت السلة نعم إذن هذه حسب الإحصائيات التي تم تجميعها خلال مرحلة الذهاب ننتقل الآن لفريق النادي الأهلي فريق النادي الأهلي من كان اللاعبين الأميز؟ النادي الأهلي عندهم كان اللاعب الأميز بالتسجيل كان مالك مالك كانعان عنده كمان 80 ما أدر يتخطأ 80 نقطة ظن عن 80 أو 82 نقطة بس باقي الفريق كمان ما ساعدوا ما كان في عندهم بالأهلي يعني كل اللاعبين الثلاثة اللي وراه اللي كويسين ما تخطوا الخمسين نقطة يعني إجمال النقاط لمالك كانعان 82 نقطة معدل تسجيل 16 نقطة ونصفه نقطة نسبة تسجيل الثنيات 27% والثلاثيات 21% الريباوند 7 والأسست قرابة الثلاث يعني بنشوف هنا كيف الفرق بين عبيد وبين كانعان النسبة هنا 27% عند عبيد 58% نعم فعماله مالك عماله باخد شوتات أكتر عشان يوصل 16 نقطة نذهب لنادي الجزيرة وأيضا الحديث عن أبرز اللاعبين حسب الإحصائيات حسب الإحصائيات محمود عبدين أكتر المسجلين بالفريق عنده ما شاء الله 106 نقاط معدل التسجيل كان 21% نسبة تسجيل 51% نعم والتسجيل لثلاثيات 33% يعني بالإحصائيات تقريبا إحصائياته كتير كويسة نعم 33% و35% كثلاثيات كتير كويسة نعم يعني ممكن تكون أفضل يعني ممكن توصل للـ 60% عفواً هذه اللاعب نضال نحصائيات كوفر يوبا كوفر يوبا أعتقد لللاعب نضال الشريف بالخطاء مكتوب محمود عبدين نعتذر إجمال النقاط أيضا 80 نقطة معدل التسجيل 16 نقطة للمباراة نسبة تسجيل أثنائيا 43% نسبة تسجيل ثلاثيات 17% والريباوند قرابة الأربع وأيضا الأسست قرابة كرتين فهون كمان برضو نضال يعني منشوف أنه نسبته كمان 43% تقريبا بالثنائيات نعم يعني إذا بقدر يوصل للـ 50 كمان راح تفرع محم كتير ونسبته بس اللي بالثلاثيات كتير نعم كتير واطية لازم يشتغل عليها أكتر إذا بدي يساعد فريقه أكتر نعم أيضا هنا كان هناك كابتن عماد حالات تحكمية شوي أثارت جدل في دور كرة السلة الممتاز نريد أن نتحدث عنها وخاصة في أكم من مباراة كان عليهم الضغط والمراقبة للحديث أكتر عن هذه الحالات ينضم إلينا عبر الهاتف المراقب الفني سيد بهاء الخطيب كابتن بهاء بداية تم قولها كل عام وانتبأ الفخير إن شاء الله هناك حالات فنية أثارت الجدل في دور كرة السلة وتحديدا في مباراة الأهلي والأرثوذوكسي وخاصة في الثواني الأخيرة آخر سبع ثواني أثارت حفيظة الفريقين وعلى وجه الخصوص مدرب نادي الأرثوذوكسي هل لك أن تعطينا ماذا حدث في الثواني الأخيرة آخر سبع ثواني على وجه التحديد مساء الخير تحياتي لكم جميعا أود في البداية أن أحييك كابتن مهند على هذا البرنامج المميز واسمح لي أن أحيي الكابتن والأخ عماد السعيد اللي بكن له كل احترام والتقدير كمدرب ولاعب في الأردن وكل عام وأنتم بخير جميعا والمشاهدين إذا بدي أحكي عن المباراة فقبل ما تنتهي المباراة بسبع ثواني كان فريق النادي الأهلي مستحوذ على الكرة والنادي الأرثوذي مستحوذ على الكرة والمفروض أنه انتهوا الأربعة وعشرين ثاني يعني كان في آخر ثانية مع آخر ثانية في المباراة صفر الحكم خطأ لللاعب وهذا بحصل في المباراة بشكل طبيعي نعم الآن اللي صار أنه بالحقيقة اللي بيّن إلنا بعدين بعد ما شفنا الإعادة أكثر من مرة أنه الخطأ هذا كان بعد ما انتهت الأربعة وعشرين ثاني كابتن بس بدي أقاطعك بشغلة لما تخلص الأربعة وعشرين ثانية هناك صوت مميز من طاولة الحكام يسمع من قبل اللاعبين ألا تعتقد أنه سمع من قبل اللاعبين ولا ماذا حدث تحديدا في الحقيقة صوت جهاز الأربعة وعشرين ثاني في صوت الأمير حمزة في المباريات اللي بيكون فيها جماهير وصوت عالي في بعض الأحيان لا يسمع يكون من واجب الحكم الثاني اللي مقابل الحكم اللي صفر اللي عنده الكرة في الحال اللي عندنا موجودة على الشاشة الآن وقريبة منها إذا بتنعاد الحكم الثاني من واجبه أن يكون يطلع على الساعة نفسه لأنه فوق البرد إذا بتلاحظ فيه ساعة الأربعة وعشرين ثاني اللي بتبين أنها انتهت الهجم نعم فالمفروض أنه في هاي اللحظة يطلق صافرته أنه انتهت لكن برضو ممكن الحكم الثاني يصير عنده عدم دقة في أنه يعرف انطلقت صافرة الحكم قبل أو صافرة الأربعة وعشرين ثاني قبل نعم هاي الحالات مثل هاي الحالات القانون عالجها بأنه وضع اللي هو التقنية الجديدة اللي موجودة فيه كرة السلة من قبل عام الفين واربعطاش اللي هي يرجع للبس التلفزيوني الفوري هاي من الحالات المفروض يرجع للبس التلفزيوني الفوري ولكن كابتن هناك ولكن على الرغم من أنه القانون قد غطاها ولكن نرى احتجاجات من مدربين الفريقين حسب ما نشاهد في اللقطات التي نبث على الهواء مية بالمية هذا وضع طبيعي كل مدرب حقه أنه يحتاج ويحكي أنه أنا قبل يعني مدرب الأبتدكس بدي يحكي لك بالتأكيد بدي يحكي لك أنه الخطأ حدث مدرب الأب بدي يحكي لك العكس هذا وضع طبيعي القرار بده يغض الحكم في النهاية واللي اتخذوا الحكام من اللي شفته بعدما رجعت لها أنا بالحقيقة رجعت للحالة لأنه إحنا كزملاء منطلع على الحالات ومندرسها ومندورها لما رجعت للحالة وطلعت عليها وجدت أنه الحكم استخد إجراء صحيح في بداية صفر وأعطى القرار للخطأ نعم رجع لزميله حكاله أنه صار شيء ممكن لأربع 20 ثاني انتهى أستاذ بهاء أستاذ بهاء الوقت رح يداهمنا إحنا وصلتنا تمام التوضيح والشرح لهذه الحالة نبدأ نشكرك ونتمنى إن شاء الله نصدفك في البرنامج حلقة تكون مخصصة عن التحكيم سيد بهاء الخطيب مراقب فني شكرا لك تعليق بسيط وسريع لأنه رح نوصل لنهاية البرنامج صحيح الحالتين اللي صاروا في الملعب نعم يعني كانوا في أعشار ثاني نعم إذا ما في التقنية اللي بنحكي عنها الوجود الجهاز ونرجع للساعة وهذا لأنه الساعة أصلا الموجودة الضوء تبحها نعم والأرقام مش واضحة مشان تقدر تتبحها بالضبط مع حركة اللعبين فكانت أعشار ثاني صعبة كتير كابتن عماج السعيد ناجم كرة أسل في الثمانينيات وتسعينيات شكرا لك وشرفنا في برنامج الكابتن أهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لأحمد من بك وكل عام تم خير إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام الكابتن لهذا الأسبوع لأمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم